بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله طالبات وطلاب الصف الثالث ثانوي وزادكم الله من فضله راح نكمل اليوم الفصل الخامس فصل الكهرباء الساكنة ونتعرف على الدرس الثاني قانون كولوم مراجعة للدرس السابق إذا قلنا قارن بين الكشافين الكهربائيين من حيث الشحنة عندي كشاف الأول والكشاف الثاني نلاحظ أن الكشاف الأول ورقتين منطبقة والآخر منفرجة إذن أيهما مشحون ممتاز إذن الكشاف الثاني يحمل شحنة كهربائية بينما الكشاف الأول لا يحمل شحنة كهربائية أو نقول أنه كشاف متعادل أيضا من أسئلة لتقويم الفصل ماذا يحدث لكشاف مشحون بشحنة موجبة عند تقريب قضيب يحمل شحنة موجبة مع مراعاة عدم اللمس إذن عدم الشحن باللمس ماذا يحدث إذا كان مشحون هو الكشاف مشحون بشحنة موجبة قربت منه شحنة موجبة إذن هو منفرج الورقتين بسبب أنه مشحون ماذا يحدث لهذا الانفراج قربت موجب منه أيوة إذن شحنتين متماثلة مباشرة ممتاز إيش يحدث زيادة لانفراج ورقتين الكشاف إذا في الفقرة بي فقرة بي نفس السؤال قال لك إذا قرب منه شحنة سالبة قضيب يحمل شحنة سالبة إذن مباشرة أيوة يحدث ماذا نقصان ويقل انفراج ورقتين الكشاف إذن في درسنا لهذا اليوم اللي هو درس قانون كولوم سنحقق الهدف تطبيق قانون كولوم في بعد واحد وبإذن الله الحصة القادمة في بعدين المفردات اللي رح نأخذها اليوم قانون كولوم الكولوم والشحنة الأساسية عندنا سؤال توافق أو لا مع التبرير القوة الكهربائية تعتمد على البعد بين الجسمين هل توافق على هذه العبارة؟ تذكر التجارب اللي قمنا بها في الدرس السابق واللي قبل الدرس درس اللي قبله؟ نلاحظ فعلا ممتاز كلما اقترب الجسم المشحون مثل تجربة المشط والشريط مثلا من الشريط بي حدث تجاذب أكثر ومن الشريط اي حدث تنافر أكثر إذن القوة وضحت وزادت بزيادة مين؟ أيوة لذا نلاحظ كلما اقتربت الأجسام المشحونة زادت القوة الكهربائية سواء كانت قوة تنافر أو قوة تجاذب مثل ما حدث في تجربة المشط الجملة الثانية هل توافق عليها؟ مقدار شحنة الأجسام المشحونة لا تؤثر على القوة الكهربائية فيما بينها القوة الكهربائية لا تتأثر بمقدار شحنة الجسمين ممتاز لا أوافق فكلما زدنا الدلك زدنا الشحنة حدث ماذا؟ تجاذب أكثر ووضح ذلك نفس الشيء في تجربة إيش؟ اللي هي شحن المشط أو شحن المصطرة البلاستيكية إذن كلما زادت الشحنة لاحظنا أن القوة الكهربائية تزيد لذلك لا نوافق على هذه العبارة كيف يمكن تغيير كمية الشحنة بطريقة محكمة مسيطرة عليها؟ إذن هذا السؤال ورد للعلماء كيف يستطيع أن يتحكم بالشحنة ويستطيع تغيير هذه الشحنة؟ حل هذه المشكلة العالم شارل كولوم عام 1785 حيث استطاع تغيير الشحنات على كرتين إذن أحضر كرتين وستطاع تغيير الشحنات ومن ثم حسب القوة الكهربائية واستنتج قانونه المعروف بقانون كولوم ما هو هذا الجهاز الذي استخدمه وما هو هذا القانون؟ نتعرف عليه بإذن الله من خلال الشكل التالي عندنا تركيب جهاز كولوم نلاحظ لدي A و A شرطة اللي هي A و A شرطة إذن كرتين ممتاز هذتين الكرتين مرتبطة بقضيب ما لا يسمح بمرور الشحنات إذن قضيب عازل ممتاز هذا القضيب مثبت من النصف إذن بين A و A شرطة يوجد ماذا؟ سلك رفيع هذا السلك الرفيع قابل يعني بما أن الجسمين معلق إذن قابل لي البرم للفتل إذن قابل لي إذا دار الجسمين يحدث لماذا؟ فتل ولي أيضا بجانب الجسم A نلاحظ من الشكل بجانب الجسم A يلامس له كرة A وأخرى اللي هي B طبعا كولوم هنا راح يدرس القوة الكهربائية بين A و B بين مين؟ A و B عندما يحتاج إلى شحن A و B يقوم بماذا؟ بتوصيل هذا الموصل للنقطة الموجودة في الأعلى بأي جسم مشحون فتنشحن الجسمين A و B بنفس المقدار لماذا تنشحن بنفس المقدار؟ لأن سطحهم الخارجي نلاحظ أنه متساوي وبالتالي تنشحن بنفس المقدار إذن نعيد تركيب جهاز كولوم عندي أيوة قضيب عازل هذا القضيب العازل موضوع في طرفي كرتين ممتاز اللي هي A و A شرطة هاتين الكرتين وهذا القضيب معلق من منتصفه بماذا؟ ممتاز سلك رفيع والوضيعة الكرة الملامس الكرة A نسميها مثلا كرة B إذن يوجد كرة B ملامسة للكرة A هذا بالنسبة لي تركيب الجهاز طبعا هو بيحسب العلاقة بين القوة الكهربائية ومثل ما قلنا قبل شوي عندي عاملين اللي هو المسافة يغير المسافة والعامل الثاني سوف يغير الشحنة دائما في التجارب عندما أغير المسافة معناه أني أثبت الثاني إذن إذا غيرنا المسافة إذن الشحنة تكون أيوة ثابتة والعكس صحيح عندما أحسب أو أريد أن أستنتج علاقة بين الشحنات والقوة الكهربائية إذن راح أثبت من المسافة الخطوة الأولى اللي قام فيها زي ما قلنا هنا الكرتين ماذا نلاحظ على عندما يدور هذا اللي هو القضي بالعازل ماذا يحدث لسلك التعليق؟ يلتف ممتاز يبترم يحدث له إيش؟ فتل أو لي أو ابترام إذن الخطوة الأولى قاس العالم كولوم القوة اللازمة للفتل من خلال إيش؟ زوايا معينة يعني الزاوية مثلا الثلاثين يلاحظ أن مثلا قيمة قوة الفتل عشرين وهكذا إذن قاس مقدار ماذا؟ قوة الفتل خلال زوايا معينة إذا وصل مثلا لستين فممكن أيوة بقياس تكون ماذا مثلا أربعين نيوتن وهكذا إذن الخطوة الأولى اللي ثبتها هنا قاس ماذا؟ القوة اللازمة لفتل السلك بإيش؟ من خلال ماذا؟ زوايا معينة إذن كل زاوية كم مقدار القوة التي يقابلها هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية وضع شحنتين متساويتين على الكرتين نتذكر قبل شويش قلنا كيف نشحنه؟ كيف أشحن الكرتين A و B؟ إذن سوف ألامس هذه النقطة ممتاز بمادة مشحونة إذن شحن الخطوة الثانية أيوة شحن الكرتين A و B أيوة بشحنتين متساويتين طبعا إذا أعطاهم شحنة واحدة سوف تتوزع هذه الشحنة مباشرة على الكرة A و B بمقدار متساوي العامل الأول قلنا مين؟ المسافة إذن سيغير المسافة ويحسب القوة الكهربائية الخطوة الثانية يثبت المسافة ويغير أيوة الشحنة الكهربائية ويحسب لماذا؟ القوة الكهربائية كيف يحسب القوة الكهربائية؟ تعتمد على مين؟ أيوة مقدار دوران انحراف الفتل الذي سوف يحدث لهذا القضيب العازل هو الذي سوف يحدد لي قيمة الزاوية ومن ثم أستطيع حساب ممتاز القوة الكهربائية عندي نموذج مبسط نلاحظ فيه مثلا شحنات كأننا سندخل جوه هذا الجهاز ونشوف ماذا يحدث كيف تنحرف وكيف زاد الانحراف ومتى قلة الانحراف نتعرف على هذا النموذج عندنا هنا هذه اللي هي الكرة A و A شرطة معلقة بقضيب الخشب هذا إذن نقول ليش عبارة عن مين؟ يمثل القضيب العازل إذن هنا نموذج الشحنة هنا A وهنا A شرطة هذا الجسم الثاني الشحنة التي سوف أيوة تلامسه اللي هي الشحنة مين؟ مقدارها مين؟ أيوة إذن عندي الشحنة مين؟ B ملامس المين لشحنة A هذا في البداية إذن في البداية سوف يضعهم بوضع ماذا؟ التلامس يشحن الكرتين بنفس المقدار خلصنا الخطوة الأولى الخطوة الثانية سوف يغير المسافة بين الكرة A وهذه الكرة ما سمناها؟ الكرة B ممتاز إذن سوف يغير المسافة بين الكرة A والكرة B فمثلا إذا كان في هذه المسافة حدث انحراف طبعا هنا الشحنة متماثلة إذن قوة تنافر إذن سوف يبتعد ابتعدت مقدار مثلا الزاوية 20 هو مسجل لديه مقدار قوة الفتل عند الزاوية 20 الخطوة الثاثة بنغير مين؟ أنا قاعدة أتحكم أو أتكلم عن مين؟ المسافة إذن راح مثلا يقرب المسافة يقللها يقرب الجسم من إذن يقرب الكرة B أو الشحنة B من الشحنة A ماذا نلح على طول مباشرة أثناء التقريب سوف ماذا يزيد ممتاز إذن عندك زاد الانحراف إذن زادت ماذا؟ قوة التنافر إذن زاد الانحراف زادت القوة التنافر إذن استنتج أنه كلما قلت المسافة ماذا حدث لقوة التنافر؟ زادت قوة التنافر الخطوة الثالثة أحضر كرة ثالثة سميناها C إذن عندي A B C إذن راح ينتقل العامل الثاني اللي هو عامل الشحنة الكهربائية ممتاز طيب الكرة C مثلاً الكرة هذه مشحونة بشحنتين أو أربع شحنات لامس الكرة C للكرة B السطح متماثل إذن الكرة C لامست السطح أو الكرة B ماذا يحدث للشحنة في هذه الحالة؟ سوف تنقس ممتاز لقسمين إذا كانت أربعة في B سوف تصبح ثنين في C واثنين في B ففي هذه الحالة عندما تقل مقدار الشحنة ماذا لاحظ؟ لاحظ أن الانحراف يقل إذن هنا قلت الشحنة قل الانحراف إذن قلت القوة الكهربائية إذن العامل أو العلاقة بين القوة والشحنة علاقة ممتاز ضردية بينما العلاقة بين القوة والمسافة لما قربت زاد قلت المسافة زادت إذن علاقة ممتاز عكسية نسجل لك إذن نعيدها هنا نقل حط الخطوة الأولى غير المسافة بين الكرتين وماذا؟ إذن هنا عندي الكرة A والكرة B عندما قرب مثلا الكرة B هنا في هذا المكان ماذا يحدث؟ إذن عندما نقرب الكرة B سوف أي وتتنافر بما أنها شحنات متماثلة فماذا ينحرف بمقدار زاوية أكثر فتصبح A وهنا A شرطة في هذا الاتجاه إذن هذه الزاوية اللي هي زاوية ماذا؟ ثيتا كل زاوية لديه قيمة لمقدار قوة الفتل إذن راح نستنتج كلما قلت المسافة المسافة ماذا حدث؟ زادت القوة الكهربائية إذن أثبت أن القوة الكهربائية بين الكرتين تتناسب عكسيا ممتاز مع مربع المسافة إذن هنا مع مين؟ مع مربع المسافة بين مركزي الكرتين إذن راح أكتبها F تتناسب مع واحد على R تربيع ليش ما قلت R تربيع؟ ليش ما قلت F تتناسب مع R تربيع؟ لأن التناسب نوعه ممتاز عكسي إذن بما أن عكسي إذن راح تكون F مثلا في البص إذن R راح تكون في المقام إذن F تتناسب مع واحد على R تربيع إذن هذا الاستنتاج الأول لقانون كولو الخطوة الثانية اللي سواها لي كولوم بيثبت المسافة بيغير الشحنة كيف غير الشحنة؟ أحضر أي وكرة أخرى C جعلها تلامس طبعا مثلا كان الانحراف بهذا الاتجاه هنا A وهنا A شرطة عندما لامست الكرة C الكرة B كان مثلا أربعة شحنات مثلا واحد ثلاث أربعة عندما لامستها أصبحت شحنة B ثنين وشحنة مين؟ ممتاز C ثنين إذن هنا راح تصبح الكرة بعد التلامس B ثنين وC ثنين إذن قلة ولا زادت الشحنة على B ممتاز قلة الشحنة عندما قلت الشحنة لاحظ مباشرة أن هذا القضي ماذا حدث له؟ اقترب إذن مقدار الانحراف قل إذن أصبح في هذا الاتجاه إذن قل الانحراف قلت الزاوية وبالتالي قل مقدار مين؟ القوة الكهربائية إذن قلت مقدار القوة الكهربائية عندما الشحنة ماذا حدث له؟ نقصان لهذه الشحنة إذن لما استنتج نقول استنتج ماذا؟ أن القوة الكهربائية تتناسب تناسبا طرديا مع مقدار الشحنتين بمن طردي إذن F تتناسب مع شحنة الكرة A في شحنة الكرة B إذن سيسوي نص لهذا القانون أو بدمج الاستنتجين مع بعض مباشرة نص قانون كولوم هو يحسب ماذا؟ كولوم مقدار القوة الكهربائية ممتاز إذن مقدار القوة الكهربائية المتبادلة بين الشحنتين تتناسب طرديا زادت متى؟ متى زادت هذه القوة؟ زيادة ممتاز مقدار الشحنتين وتتناسب عكسيا مع متى قلت؟ عندما قلت المسافة ممتاز هل نقول مع البعد ولا مربع البعد؟ ممتاز إذن مع مربع المسافة بين الشحنتين نعيد القانون مقدار القوة الكهربائية المتبادلة بين الشحنتين تتناسب طرديا مع مقدار الشحنتين وعكسيا مع مربع المسافة بين الشحنتين وحدات الشحنة الكهربائية حاول كولوم إيجاد وحدة للشحنة طبعا صعب أن يحسب مقدار شحنة الجسم فمن خلال القوة الكهربائية وضع نموذج معياري لمقدار الشحنة مثلا مثل ما نسمي المسافة بين اليد الكف كامل نسميها شبر هذا قيمة معيارية يعني قيمة ليست دولية معترفية ولكنها تعتبر قيمة مثبتة للعامة نفس الكلام أحضر قيمة معيارية تبتها قال هذه القيمة المعيارية أو كيف أوجدها باستخدام من القوة الكهربائية سمى هذه القيمة المعيارية للشحنة سماها باسمه إذن الكولوم إذن الكولوم تعتبر ماذا؟ الوحدة أساسية بوحدات الشحنة إذن هي وحدة معيارية للشحنة بدلالة من كيف طلحها؟ بدلالة حسابه للقوة الكهربائية طيب كم تساوي هذا الكولوم من شحنة؟ طبعا نعارفين أن الذرات فيها شحنة مين؟ الإلكترون والبروتون هذه الكولوم الواحد كم فيه من شحنة بروتون أو إلكترون الكولوم الواحد؟ يحتوي على 6.24 في 10.18 من إيش؟ إلكترون أو بروتون إذن الكولوم هو نفسه مقدار شحنة كم؟ 6.24 في 10.18 شحنة إلكترون أو بروتون طيب من هنا أقدر أطلع شحنة الإلكترون الواحد؟ نقسم واحد على إذن نقسم واحد على 6.24 في 10.18 بيطلع لي شحنة مين؟ الإلكترون الواحد أو البروتون الواحد اللي هي 1.6 في 10.19 كولوم إذن هنا عكسنا قلنا الكولوم يساوي 6.24 في 10.18 إلكترون إذن الإلكترون شحنة كم؟ 1 على 6.24 في 10.18 إذا حسبناها بالآلة مباشرةً بيطلع لي قانون أو المقدار 1.6 في 10 أو السالب 19 كولوم هذا المقدار اللي هو 1.6 في 10 أو السالب 19 كولوم سمي بالشحنة الأساسية اللي هي المفردة الثانية من مفردات درسنا اليوم إذن عندك أو مفردة ثالثة عندي الكولوم وعندي الشحنة الأساسية وعندي قانون كولوم إذن الشحنة الأساسية عبارة عن شحنة الإلكترون والبروتون أي شحنة الإلكترون أو شحنة البروتون وتساوي 1.6 في 10 أو السالب 19 كولوم ما هو الكولوم؟ إذن هو وحدة معيارية للشحنة وحدة قياسية للشحنة كم مقدار الكولوم؟ الكولوم الواحد يساوي ماذا؟ 6.24 في 10 أو السالب 18 شحنة إلكترون أو بروتون الصيغة الرياضية القانون كولوم أنا كتبته بالكلام إذن نكتب على طول رياضياً F تساوي K قلنا طردي اللي هي شحنة الجسم الأول وشحنة الجسم الثاني إذن K Q A في Q B عكسي مع مربع المسافة إذن تقسيم R تربيع هنا أضاف اللي هو الكي ويسمى ثابت كولوم هذا الثابت كم مقداره عندما تكون الشحنة بالكولوم والقوة الوحدة الدولية لها النيوتن المسافة الوحدة الدولية لها متر هذا الثابت وجد أنه يساوي وسهل حفظه لأنك لا بد في المسائل تصير حافظ هذا الثابت ونصير حافظين هذا الثابت 9 في 10 أو السسعة إذن مقدار الثابت كم؟ 9 في 10 أو السسعة طيب كم وحدته؟ من هنا نستنتج الوحدة يلا نحط الكي في طرف والباقي في طرف أو نضرب بساطين في طرفين مباشرة وحدة الأف أيوان نيوتن هنا بتصير فوق إذن في وحدة البعد متر إذن متر أسكم 2 هذه بتنزل تحت في المقام إذن شحنة كولوم تربيع إذن وحدة الثابت كي نقدر نطلح مباشرة من القانون نيوتن في متر مربع لكل كولوم تربيع كم مقدارة؟ نتذكر مع بعض 9 في 10 أو السسعة زي ما قلنا نيوتن في متر مربع لكل كولوم تربيع عندنا تطبيق مسألة راح نحسب من خلالها مقدار القوة التي تؤثر بها الكرة A في B طبعا قانون كولوم في بعد واحد نتعرف عليه اليوم والحصة القادمة بإذن الله راح نعرفها في بعدين الكرة A كم شحنتها؟ من البعد المسافة رمزها أيوة R سنتيمتر مباشرة أيوة الثابت لا بد أن يكون بالمتر إذن هنا أربعة في كم أحاوله مباشرة أربعة في عشرة والسالب اثنين أو أقول أربعة تقسيم أيش مية اللي هي أربعة من مية عن يسار كرة مشحونة بشحنة سالبة مقدارها أيضا كم؟ ثلاثة مايكرو كولوم احسب مقدار القوة التي يؤثر بها الكرة B في A مقدار إذن اليوم راح نتكلم عن المقدار والحصة القادمة راح نتكلم عن الاتجاه قانون كولوم مباشرة إذن شحنة وقوة على طول مباشرة نطبق قانون كولوم قانون كولوم F تساوي K Q أيوة واحد كيوب A يعني K الشحنة الأولى ضرب الشحنة الثانية إذا أنا أسهل في الحفظ على R على البعد تربيع الشحنة الأولى أقدر أعوضها 6 مايكرو كولوم إذن نحولها ممتاز قلنا الثابت إذا كانت الشحنة تقاس بالكولوم المايكرو كم يساوي؟ مايكرو ها نقول حرف الميم دائما اللي هو المليون إذن عشرة والسالب 6 ممتاز إذا كان أسهل لنا إذن 6 في 10 والسالب 6 ونفس الشي هنا ثلاثة مايكرو إذن بتصير كم؟ ثلاثة في عشرة والسالب 6 يلا تعويض كي تسعة في عشرة أس تسعة كيو واحد ستة في عشرة أس سالب 6 كيو 2 ممتاز ثلاثة في عشرة أس سالب 6 على وما ننسى التربيع البعد ما ننسى دائما يطلع لك النتيجة إذا نسيت التربيع طلع لك نتيجة ثانية إذن 4 سنتيمتر يعني 4 من 100 أو 4 في 10 أس سالب 2 رياضيا نفس الشيء إذن 4 من 100 تربيع أو نقول 4 في 10 أس سالب 2 إذا ربعنا حسبنا هذه القيمة بيطلع لنا المقدار كم نشوف هنا مع بعض تطلع لنا تقريبا 100 نيوتن إذن نعيد التعويض F تساوي 9 في عشرة أس تسعة في 6 في عشرة أس سالب 9 في 3 في عشرة أس سالب 9 تقسيم 400 تربيع أو 4 في عشرة أس سالب 2 طبعا اللي بيطلع لها 1 في عشرة أس سالب 2 هي نفسها 100 نيوتن بالآلة سواء ظهر لك 1 في عشرة أس سالب 2 نفس الرقم اللي هو كم 100 نيوتن هنا التطبيق سهل تماما اللي هو قانون كولوم حتى حفظه سهل فيكون الإنسان بس نحل مسألة وحدة بالقلم فتثبت المعلومة عندنا السؤال تطبيقات على درس اليوم ضع إشارة صح أم خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد تزداد القوة الكهربائية بين الجسمين بزيادة شحنة الجسمين هل تزداد القوة الكهربائية بين الجسمين بزيادة الشحنة؟ ممتاز فعلا تزداد القوة الكهربائية بزيادة مين؟ الشحنة إذن هنا بتصير الإشارة أو العبارة صح وحدة ثابت كولوم نيوتن في متر وحدة ثابت كولوم ها ايوا قلنا نيوتن المقام في مين نبعد تربيع اذا متر تربيع متر تربيع اذا نيوتن في متر تربيع البس لما ينتقل المقام اذا كولوم اذا بصير ايش سي تربيع شحنة في شحنة كولوم في كولوم بيطلع لي كم كولوم تربيع اذا هذه العبارة خاطئة تصحيح نيوتن في متر مربع لكل كولوم تربيع عندنا اسئلة من اسئلة النماذج التحصيلي السؤال ما هي وحدة قياس الشحن الكهربائية هل هو فولت هل هو امبير هل هو اوم هل هو كولوم وحدة الشحنة ممتاز اذا سميت باسم العالم الذي حسب المقدار القوة ووجدها اللي هي كولوم ايضا بما انه تحصيلي ما راح نضرب ونقسم ونستطيعني نصير اسرع علشان دقيقة واحدة ودائما التحصيل يعطونا رقام اقدر اختصرها مع بعض شحنتين نقطيتين كل منها كم مقدارها واحد كولوم كل منها يعني الاولى واحد كولوم والثانية واحد كولوم تفصل بينها مسافة واحد متر القوة المتبادلة بينها بوحدة نيوتن مباشرة عندي الثابت كم إذن مباشرة بداية القانون باق 9 في 10 أس 9 في 1 في 1 على 1 تربيع بيبقالي من 9 في 10 أس 9 نيوتن أيهما يمثل 9 في 10 أس 9 هل هو ألف 1 نيوتن هل هو باق 9 نيوتن 9 لا 9 في 10 أس 9 إذن 10 أس 9 ها أي بادي أتمثل لي 10 أس 9 10 أس 9 9 هنا 10 أس 9 بما أيهما ممتاز اللي هو القيقة إذن هل هي إذن أي فقرة بتصير لي ممتاز اللي هي من دال إذن 9 جيقة نيوتن طبعا دائما نتذكر حتى تعودنا على الميجا والقيقة فهنا مباشرة الميجا إذا كنا يعني أسهل في الحفظ ميجا كأن يقول مليون يعني بداية حرف الميم فندكر أنه 10 أس 6 على طول بعدها الأس اللي هي رقم 3 اللي بعدها مباشرة الجيقة اللي هو 10 أس كم 9 فالميجا والقيقة والنانو والمايكرو هذي مبادئات مفروض إيش تصير ثابتة عندنا في يعني خلاص تصير تعودنا عليها من كثر التكرار إذن درسنا لهذا اليوم اللي هو قانون كولوم تعرفنا فيه على العوامل التي تعتمد عليها القوة الكهربائية العام الأول تزيد القوة بزيادة الشحنة أيضا زادت القوة بنقصان ممتاز البعد أو مربع البعد أيضا عرفنا وحدة الشحنة الكولوم تعرفنا على الشحنة الأساسية اللي هي شحنة الإلكترون أو البروتون الكولوم قلنا هو وحدة أي ومعيارية تقيس الشحنة بدلالة القوة الكهربائية وتساوي 6.24 في 10 أس كم 18 كولوم ممتاز ثابت الكولوم اللي هو 9 في 10 أس 9 نيوتن في متر لكل كولوم أيضا استطعنا تطبيق اللي هو القوة وحسبنا القوة بين شحنتين من خلال قانون كولوم نراكم بإذن الله الحصة القادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته